اخواني واخواتي في كل الدنيا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته احييكم واتمنى لكم مؤافر الصحة والعافية لما تيجي تكلم الناس عن الاطباء في مجموعة من الشعب كده الشعب العربي كل ما تيجي سيرة الاطباء يقولك ايه دول جاشعين ما فيش في قلبهم رحمة دول جزارين دول عايزين ياخدوا فلوس دول يعني وحش الطبيب عندهم لما بيوصفوه هو وحش شتايم 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 وغل وحقد ونفسه يموت الدكاترة كله طيب خلينا نتناول الموضوع ده طبعا يعني لازم الواحد يفكر فيه او لازم الواحد يعني يشغل باله يعني طيب لو انت حتقول يعني كل الدكاترة مش محترمين كل الدكاترة جاشعين يقولك يعني 90% من الدكاترة ماشي طب ما انت عندك 90% من المحامين الناس بتقول عليهم كده برضه صح؟ طب مش معنى الدكاترة يعني ليه ما بتقولش المحامين جاشعين وبتهاجم الدكاترة ليه ما بتقولش المهندسين جاشعين لما بيجي يبني لي بيت او لما بيجي يعمل لي اي خدمة جاشع ليه ما بتقولش ان تسعين في المية من الموظفين مرتشين وده حقيقة وبياخدوا رشوة وبيعطلك مصالحك وبيعدي لك الدنيا تسعين في المية من الصناعية اللي هم السباك والنجار مستغل وجاشع وما يديكش حقك وينصب عليك تسعين في المية طب اشمعنا محدش مثلا ده فيه ناس كده قاعدة على الفيسبوك تشتم الدكاترة جاشعين نصابين جاشعين مفيش ألبوم رحمة طب ليه ما انتش قاعد تشتم المحامي ليه مش قاعد تشتم الراجل بتاع المطعم اللي بيقدم لك أكل سيء السباك المجار يقول لك أصل الطب مهنة إنسانية بمعنى يعني ما معنى مهنة إنسانية يعني ايه مهنة ايه هو فيه مهنة إنسانية ومهنة مش إنسانية طب كل المهن مهن إنسانية انت حضرتك لو عندك سباك والمية مضروبة يعني المية غرقت البيت بتاعك ومجاش السباك انت ولادك غرقه والعفش بتاع الغرق والملاب حياتك غرقت السباكة مهنة إنسانية لو السباك ما صلح لكش المية وفضلت مقطوع عندك وشربت مية غير نظيفة وأصابك المرض يبقى السباكة مهنة إنسانية لازم ييجي ساعدك لو محامي سابك ولم يدافع عنك ودخلت السجن ظل فهو مهنة إنسانية لو المحامي أهمل ولا برق واحد وأفسد المجتمع ما هو برضو مهنة إنسانية كل المهن مهن إنسانية ليه إش معنى الأطباء اللي انتو حطنهم في دماغكو خدوني واحدة واحدة يعني هنمشي واحدة واحدة اللي انت حطوا قولك أصلا المرض وحش ماشي والجوع وحش لما الراجل بتاع المطعم ما بيرضاش يأكلك وغير لما تدفع فلوس كتير وبيسيبك جعان وما قلتش عليه حاجة ما قلتش أصحاب المطاعم جاشعين مسلا عمالين تاكلوا 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 بتخشوا المطاعم وتصرفوا فلوسه وتنبستوا وكل حاجة مش معنى الدكاترة مسلا كل المهن هي مهن إنسانية تمام طيب وبعدين انت لو شايف ان 90% من الدكاترة جاشعين طب ما تروح للعشرة في المية ولا انت ليه عايز تروح للجاشعين روح للناس المحترمة اللي مش جاشعين ولا انت بتحب الجاشعين ولا انت شايف إن الدكتور الجاشع ده شاطر والدكتور المحترم اللي عنده ضمير مش مش شاطر يعني لعب بقى مش في الدكاترة أي مهنة فيها ناس جاشعين وسيقين بتروح ليه للدكتور الجاشع وما بتروحش للدكتور المحترم هو ما عملش فيك حاجة يعه هو جاشع خلاص عرفت انه جاشع بدل ما تشتمه وتهين نفسك وتقل أدبك طب ما تروح للعشرة في المية الكويسين فتبص تلاقي المجتمع لا انا بحب الجاشعين يعني انا بحب اروح للدكتور الجاشع واخرج من عنده اشتمه بحب قوي كده انا مبسوط من الحياة اللي انا عايشها بهذا الشكل طيب نسيب بقى كل الكلام اللي انا قلته ده على جنب واحنا حنفترض ان فعلا تسعين في المية من الاطباء فاسدين جاشعين وسيقين الخلق جميل جدا خلاص احنا افترض انا موافقكم يعني الناس الغلوية اللي هم في قلبهم سواد من ناحية الدكاترة انا يا سيدي خلاص انا مصدق كلامك وبعدين طيب هو الدكتور ده اتعلم فين الغش والخداع والنصب واتعلم فين فاهم قصدي ازاي اتعلم فين يبقى جاشع ومادي ده لو هم فعلا الدكاترة كده اتعلم فين هل هو كان راجل محترم وكان شاب محترم ومتربي ببيت محترم وبعد كده دخل كلية الطب فاعلموه في كلية الطب انه يبقى جاشع ومادي وما فيش في قلبه رحمة ويفترس المجتمع يعني هو جاي من بيت محترم تمام ودخل الكلية علمناه في الكلية انا استاذ في كلية الطب ودرس في كلية الطب ما عندناش مادة اسمها اجرام يعني ما بيجي لناش حد نعلمه الاجرام يعني فاهم قصدي بيجي راجل محترم كده فاهم قصدي ازاي ومتربي في بيت محترم نقوم احنا نعلمه الاجرام ما عندناش حاجة اسمها كده فانت لو قعدت تفكر طيب هو الدكتور ده ازاي بقى جاشع وازاي بقى مادة تمام والله هو اكيد خارج من بيت اهله جعان عايز فلوس اكيد خارج من بيت اهله مش متربي كويس ده لو افترضنا ان الدكتور جاشع ان الدكاترا جاشعين يبقى انت عندك 90% من الدكاترا خارجين من بيت اهلهم جعانين فلوس مديين مفيش في قلبهم رحمة مش متربيين ما عندهمش اخلاقه ما عندهمش دين انا لو افترضت ان كلامك صح فبالتالي هو ما تعلمش الحاجات دي في الكلية ده هو خارج من بيت اهله راجل فاسد وجاشع طيب مين اهله اللي ربوي بقى فاسد وجاشع هو حضرتك المريض يعني الدكتور ده اللي انت قاعد قدامه هو ابنك واخوك وابن خالتك وابن عمك خارج من بيتك خارج من المجتمع فلما تبقى حضرتك انت مريض عمال تقول الدكاترا كأن الدكاترا دول جم المريخ لا الدكتور ده اخوك الدكتور ده متربي في بيتك فانت حضرتك كمريض ربنا بيقول ايه تمام ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم فلو انت شايف ان 90% من الاطباء فاسدين فبالتالي 90% من المجتمع فاسد لانهم خارجين من 90% متربيين في بيوت المرضى ويبقى 90% من المرضى فاسدين ما هو انت حضرتك ايها المريض لو كنت ربيت ابنك تربية لو كنت حضرتك مش مرتشي واكلت ابنك حرام لو كنت حضرتك بتراعي ربنا في شغلك لو كنت حضرتك مهندس شريف لو حضرتك محامي شريف لو حضرتك سباك شريف لو حضرتك شريف كان ابنك لما دخل كلية الطب بطلع دكتور شريف وعالجك بمنتهى الامانة والشرف فانت ما ينفعش حضرتك تقول اصل الدكاترة فاسدين مين علمهم الفساد الا حضرتك فالدكتور تربية المريض تمام المريض ده الدكتور ده ما جاش من من نسل تاني يعني ما جاش من من السماء منزلش من السماء لا ده من حضرتك فحضرتك ايها المريض ايها المريض انت مربتش ابنك انه يبقى دكتور كويس انت مربتش ابنك يبقى مهندس محترم انت مرتاشي انت بتأكله حرام وبالتالي فلما حضرتك تبقى شايف ان الدكاترة دول جاشعين طب انت اللي ربيته انت ابوه انت اخوه فالنغمة دي النغمة دي يعني ياريت تنتهي او نصلح يعني يا ام فعلا الدكاترة مش فاسدين الى هذا الشكل وحضرتك اللي قلبك اسود وسوداوي والمرض والفقر بيخليك بدل ما تقول هذا قدري تصب لعنتك على الدكتور لانك فقير ولانك مش متعلم ولانك مريض فعايز الدكتور هو اللي يتحمل كل هذه المسئوليات يبقى انت شخص ظالم يبقى انت امن فعلا ان الطبيب فاسد وجشع ولو امنت ان المريض ان الطبيب فاسد وجشع فهو تربية حضرتك وتربية المجتمع في كل الاحوال انت ايها المريض اللي هو المجتمع احنا المجتمع ايه دكاترة ومرضى حضرتك من اعمالكم صلت عليكم تمام ينبطل نشتم في الدكاترة يتستمر تشتم في الدكاترة وتبقى تشتم في نفسك تمام عايزين رأيي الشخصي 90% من المجتمع فاسد فحتلاقي 90% من الدكاترة فاسدين لان 90% من اهليهم فاسدين ده رأيي الشخصي تمام فانت لا يحق لحضرتك انك تشتم الفاسد لانك فاسد انت بتنصب على الدكاترة فما تزعلش لما الدكتور ينصب عليك انت بتروح تدعي للدكتور ان انت مثلا يعني بتضحك عليه عشان ما تدلوش اتعابه فما تزعلش منه انت من اعمالكم صلت عليكم فيعني ايه ان الله لا يغيره ما بيقوم حتى يغيره ما بانفسه حضرتك لما بتشتم الدكتور ما فيش اي مبرر غير انك انت شخصيا فاسد انت قلبك اسود انت فقير صح مريض صح لكن بتطعن في واحد ملوش زنب لا في فقرك ولا في مرضك تمام طب هو فاسد بياخد فلوس كتير فيه دكاترة تانية ما تاخدش فلوس كتير ما بتروح لهاش ليه عشان انت فاسد وبتحب تروح للدكتور الفاسد وعندك ايمان ان الدكتور الفاسد شاطر اللي بياخد فلوس كتير شاطر تمام فمحدش يزعل بقى من الكلام ده واللي يقعد يقول لك سيد دكاترة جاشعين فضاع مش فضاع غيروا ما بانفسكم تمام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة